الأمم المتحدة تنشر قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية بينها شركات Airbnb و Expedia و TripAdvisor سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيوف حلقتنا معنا في الستوديو الخبير الاقتصادي دكتور رمزي الحلبي أهلا وسهلا بك أهلا بك ونرحب أيضا معنا من رمالة دكتور عمر عوض الله وهو مسؤول ملف المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفلسطينية أهلا وسهلا بك أهلا بكم وتحياتي لضيفك الكريم نعم إذن سنستهل وسنتعمق أكثر في الحديث حول هذا الموضوع ولكن قبل كل شيء نريد أن نشاهد هذا التقرير الذي أعده لنا زميلنا أمير عباس لنشاهده أعلن مجلس حقوق الإنسان التابعي للأمم المتحدة عن قائمة سوداء شملت ماتا واثنتي عشرة شركة تمارس عملها في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الضفة الغربية والجولان اعتبرها المجلس مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا للسيارة الفلسطينية القرار الذي من شأنه حملة بعيات اقتصادية تضرب إسرائيل بشكل واضح موضوع نشر أسماء شركات إسرائيلية ناشطة في المستوطنة الإسرائيلية في فلسطين هذا الموضوع ليس جديد والهدف منه أساسا هو مقاطعة البضائع التي تنتج في المستوطنات هل هذا الموضوع سوف يأثر على الاقتصاد الإسرائيلي؟ باعتقادي هو خطوة احتجاجية بالدرجة الأولى قبل أن تكون لها أبعاد اقتصادية كبيرة لأن هذه الشركات فعلا موجودة في المستوطنات وهي أيضا متداخلة في الاقتصاد الإسرائيلي وبعض هذه الشركات لديها أيضا فروع في إسرائيل ويمكن أن تأثر ترحيب فلسطيني واسع بالقرار الذي ينظر إليه على أنه انتصار للحق الفلسطيني والقانون الدولي فيما لاق القرار غضبا واستياء إسرائيليا كبيرا حيث قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق العلاقات مع المفوضية الأممية هو يقول بشكل واضح أن الاستثمار في أراضي محتلة هذا فيه التجاوز وفيه خرق للقانون الدولي ولمعاهدة الجينيف الرابعة وبالتالي نشر القائمة ب212 شركة منها 18 شركة تقريبا أجنبية في دول أجنبية ست دول أجنبية هو إشارة من الأمم المتحدة رغم الضغوط التي كانت أن الاحتلال غير شرائي كنا نتأمل أن يكون هناك قائمة أوسع من الشركات الأوروبية التي تقوم بدعم الاستطان والعمل في الاستطان سيكون له تأثير على الخرطة السياسية الإسرائيلية من ناحية سيقوم نتنياهو بالادعاء أن العالم كله ضدنا وأن اليمين يجب أن يتكاتف ويجب أن يكون له موقف موحد وهو بذلك يحاول ربما أن يحافظ على القاعدة لقاعدة الأساس بالنسبة له في الانتخابات الإسرائيلية من ناحية ثانية سيقوم بيني جانس وفريقه في حزب كحولفان بمحاولة استغلال هذا النقد الشديد على السياسات الحكومية الإسرائيلية وتحويله تجاه بن يمين نتنياهو لإظهار أنه فشل دبلوماسيا في الحفاظ على المصالح الدبلوماسية الإسرائيلية خطوة تحمل أبعادا وأهمية لكل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إذ يعتبرها الأخير تجريما للاستيطان وضع حد للمساعي الإسرائيلية بإطفاء الشرعية عليها في الوقت الذي وصف نتنياهو القرار هذا بأنه منحاز ضد بلاده نعم إذن دكتور عمر نبدأ من عندك كيف استقبلتم القرار الأممي بنشر قائمة سوداء تضم 112 شركة إسرائيلية لها علاقة بالمستوطنات في الواقع استقبلناها بكل ترحيب ورحبنا بقرار المفوضة السامية بنشر هذه القائمة وكذلك نظرنا إلى هذا التوجه بأنه توجه إيجابي لأنه يحفظ ماء وجه المؤسسة الدولية والمنظمة الدولية التي بدأت تنفذ قراراتها وخاصة هذا القرار الذي قدم إلى المفوضة السامية أن تقوم بنشر هذه القائمة ما أود أن أقول أن هذه القائمة لا يصلح أن يتم تسميتها قائمة سوداء هذه قائمة شركات عاملة في مستوطنات غير شرعية ولكن عندما يتم وسمها بهذا الوسم يجب أن يتم دراسة ما هو هذا الوسم أنها قائمة سوداء أو قائمة عار أو قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنة غير الشرعية نحن كما قلت رحبنا ونرى أنه تطور إيجابي نحو المسائلة ونحو حماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه خاصة أن هذه الشركات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الاقتصادية والسياسية والمدنية ما هي الخطوات المرتقبة الآن بعد نشر هذه القائمة من الجانب الفلسطيني هل سنشهد تحركا قانونيا على غرار نشر هذه القائمة؟ بالطبع القائمة هي بداية مرحلة جديدة نحن كنا قد بدأنا هذا الحراك منذ عام 2013 عندما شكلنا لجنة تقصي حقائق في أثر المستوطنات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني التي جاءت بمخرجات مهمة استطعنا أن نضحها في مشروع قرار في العام 2016 لذلك الاستمرار في هذه الحملة القانونية والدبلوماسية باتجاه تجفيف منابع الاستيطان وتمويل المستوطنات الغير الشرعية التي تشكل العمود الأكبر للاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين وترسيخ لهذه السياسات الإسرائيلية يدعونا لأن نعمل بشكل يومي وبشكل دائم من أجل وقف هذه التعديات على حقوق الشعب الفلسطيني ومنها عمل هذه الشركات في أرض دولة فلسطين القضية الأولى هو العمل مع المفوضة السامية نفسها لأن المفوضة السامية عليها واجبات ما زال عليها واجبات تحديث هذه القائمة لأن نحن نعلم أن هناك أكثر من 112 شركة تعمل في المستوطنات بشكل غير شرعي بالإضافة إلى يجب العمل مع الدول التي هذه الشركات تحمل جنسياتها من أجل حثهم على الخروج ووقف عملهم وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واستغلال موارده في حال لم يتم ذلك سيتم القيام بحراك قانوني باتجاه المؤسسات الدولية أولا ثانيا باتجاه القضاء المحلي لهذه الشركات التي تقع في تلك الدول التي تحمل جنسياتها حراك متكامل متدحرج لأن الغرض الأساسي هو وقف إمداد هذه المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطيني نعم دكتور عمر وصلت الفكرة ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي في الستوديو دكتور رمزي دكتور رمزي واضح هناك رفض إسرائيلي قاطع من خلال تصريحات رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو وأيضا وزير خارجية توكات كيف تقرؤون هذا الرفض؟ طبعا أنا لا أختلف بالرأي مع الدكتور عمر ضيفك الكريم ولكن أنا إذا أخذنا الجانب الاقتصادي أقول أولا يجب أن نفرق ما بين الشركات العالمية الخارجية التي يمكن أن تتخذ قرارات في هذا الاتجاه من الناحية الاقتصادية كما حدثها مع شركة سودا ستريم التي نقلت الإنتاج من الضفة الغربية إلى منطقة الجنوب في داخل إسرائيل ولكن الشركات الإسرائيلية وخاصة شركات الاتصالات والأدوية وغير ذلك تتعامل مع الموضوع حسب السياسة الإسرائيلية وأريد أن أقول شيء آخر تحدثنا كثيرا في السياق عن الجانب السياسي لهذا الموضوع والتعدي على الأراضي الفلسطينية وإلى ما هناك ولكن لم نأخذ الجانب الاقتصادي والجانب الاقتصادي يقول أن هناك 100 ألف عامل فلسطيني يعمل في داخل إسرائيل منهم 70% بترخيص و30 ألف غير مرخصين ولكن في داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعمل حوالي 30 ألف عامل فلسطيني لذلك في حالة إيقاف هذا العمل أو ألمس بهذا الموضوع علينا التفكير أيضا ما هو البديل لهؤلاء الذين يوفرون لقمة العيش أنا لا أدافع عن السياسة الإسرائيلية وسياسة الشركات ولكن أقول بأن هناك ثمن اقتصادي يأتي من خلال القرار السياسي نعم إذن دعني أنا أتوقف هنا وأطرح السؤال للدكتور عمر فعلا هناك من سيتأثر من الفلسطينيين جراء هذا القرار ولكن أريد أن أنوه إلى تصريح دكتور محمد اشتيو وهو رئيس الوزراء الفلسطيني بأنه يرى أن على هذه الشركات أن تقوم بنقل مقارها إلى الضفة الغربية كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ يعني أعلق بأن بداية نحن في مرحلة التحرر الوطني نحن في مرحلة اشتباك مع هذا الاحتلال على كل الأصعدة هذا احتلال استعماري يحاول أن يرسخ هذه المنظومة على أرض دولة فلسطين لذلك مواجهته يجب أن تكون مواجهة شاملة بما فيها المواجهة الاقتصادية بالإضافة إلى أنه كما تفضلت أن دولة رئيس الوزراء كان قد أعلن أن إذا أرادت هذه الشركات أن تفتح فروع لها رسمية في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة داخل أرض دولة فلسطين فهو مرحب بهم لتصبح هناك إمكانية لهؤلاء العاملين أن يعملوا في هذه المؤسسات أو هذه الشركات يجب أن نفرق ما بين الكيان غير الشرعي والكيان غير القانوني الذي يقوم بأعمال تنتهك القانون الدولي وأنا أعتقد أنه عندما أبناء شعبنا يعلموا أن هذه الشركات أو هذه المؤسسات تساهم في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني سيتوقفوا هي بنفس الأهمية عندما يعمل مواطن في شركة سلاح أو شركة صناعة الأسلحة الدمار الشاملة التي تقتل أبناء شعبه هذه قضية أخلاقية قضية وطنية قضية قانونية وقضية سياسية لا نريد هنا أن نتحدث بشعارات نعم سيكون هناك ربما أزمة عندنا إغلاق هذه الشركات اتجاه بعض العمال من أبناء شعبنا ولكن أعتقد أن أبناء شعبنا جاهزين لتحمل تبعات استخدام القانون الدولي في مواجهة هذه المنظومة الاستعمارية نعم دكتور عمر قبل قليل وردنا أن الولايات المتحدة أيضا رفضت هذه القائمة لكن سؤالي هنا سياسيا هل سيؤثر ذلك على صفقة القرن وعملية التسوية التي اقترحها دونالد ترامب؟ يعني المفارقة الجيدة هو وقت إعلان هذه القائمة في وقت كان ربما البيبي نتنياهو كان يتغنى وفي أفضل حالاته بعد أن أعلن صديقه ترامب وصهره صفقة ترامب ونتنياهو بمعنى أنه كان في أوجي سعادته بأن هناك من يدعم للوصول إلى منصب مرة أخرى منصب رئيس الوزراء كدعاية انتخابية لتأتي هذه الصفعة إلى الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو لذلك القضية ليست مرتبطة ولكن هي تؤدي نفس الغرض في مواجهة خطة السلام ما سميت خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية أو خطة ترامب أو صفقة القرن طبعا المستوطنات هي في قلب تلك الخطة المدعاة ونحن ما نقوم به هو مواجهة الاستيطان بكل أشكاله مواجهته ومن أجل الإنهاء على الاستيطان ومحاولة محاصرته باستخدام أدوات القانون الدولي ومؤسسات القانون الدولي هي صفعة قانونية وسياسية في نفس الوقت للولايات المتحدة الأمريكية ولنتنياهو في نفس الوقت نعم دكتور عمر السؤال أيضا لك أواجهه هل تعتقد أنها فعلا ستؤثر على صفقة القرن التي طراحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا صفقة القرن تأخذ معنا الاعتبار تعاون اقتصادي إسرائيلي فلسطيني وهذا طبعا لا يخدم هذه النظرة وهذا التفكير السياسي الاقتصادي ولكن أرى أن هذه القرارات وهذه اللائحة ستؤثر حتما على الاقتصاد الإسرائيلي لأن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد كثيرا على على الاقتصاد العالمي على الصادرات نحن نعيش في عصر العولمة إسرائيل تصدر 120 مليار دولار سنويا لذلك هذا الموضوع سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي ويؤثر أيضا على الاقتصاد الفلسطيني كما ذكرت ولكن أريد أن أقول أن هناك إشكال آخر هناك استغلال حتى للعمال الفلسطينيين في المستوطنات يعني من ناحية حقوق العامل من ناحية التعامل معهم حسب القانون إسرائيل قررت تطبيق القانون هناك ولكن نرى أن هناك استغلال لأولئك حتى هناك عملية سمسرة ولذلك كل هذه القضية أرى فيها إشكال كبير جدا من الناحية الاقتصادية أيضا وليس فقط من الناحية السياسية إذن سريعا اقتصاديا وبالأرقام كيف سيؤثر هذا القرار على اقتصاد إسرائيل طبعا هذا يتعلق بالقرارات والتنفيذ الفعلي للشركات في حالة قررت شركات السياحة وشركات الاتصالات وشركات الأغذية العالمية بأن تنقل منشآتها ومصانعها إلى أماكن أخرى سيسبب ذلك ضرر كبير جدا للاقتصاد الإسرائيلي عامة ولكن الاقتصاد الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية في الضفة الغربية وأماكن أخرى نعم نتحدث أيضا عن إعلان نتنياهو تعليق العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيف تقرأ ذلك؟ طبعا هذا سؤال فيه كثير من الأبعاد السياسية أكثر منها اقتصادية خاصة أن يشعر نتنياهو في هذه الفترة بأنه يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الرئيس الأمريكي ويمكن أنه يعتمد في ذلك على أن أمريكا ستدعم هذه المقاطعة ولكن أرى أن العالم ينظر ويرى أن هذه الأمور يجب أن يتم تسويتها وطبعا نعود إلى الحل الأساسي وهو عملية السلام وإقامة الدولتين وإلى ما هناك وكل قرار آخر لا يصب في مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين من الناحية الاقتصادية والسياسية والإنسانية نعم دكتور عمر عوض الله نحن سمعنا من ضيفي الكريم بأن هذا القرار سيتأثر سلبيا به الفلسطينيين هل هناك خطط بديلة من أجل دعم الفلسطينيين اقتصاديا خاصة العمال يعني في الواقع كما تعلمون أننا قد صدرنا سابقا قانونا فلسطينيا بمنع التعامل مع المستوطنات وحضر بضائع المستوطنات من دخول أرض دولة فلسطين المحتلة لذلك هناك حراك دائم نحو إيجاد أماكن عمل جديدة لأولئك الذين يخرجون ولا يذهبون للعمل إلى داخل إسرائيل هناك حراك اقتصادي وهناك الآن خطة اقتصادية وضعها دولة رئيس الوزراء خطة العناقيد حسب المناطق لذلك هناك حراك دائم من أجل إيجاد فرص للعمل لأبناء الشعب الفلسطيني لأننا لن نبقى دائما نعتمد على أن هناك إمكانية للعمل داخل سوق سلطة الاحتلال لذلك هناك أهمية لدينا الآن في العمل على هذا الملف الاقتصادي في مواجهة ما نقوم فيه على المستوى القانوني والسياسي الدولي بالطبع هناك الخطط الموجودة بنفس الوقت المسيرة باتجاه مساءلة هذه الشركات وهذه المؤسسات ستأخذ وقتا إلى حين أن تأتي وكلها في وقت قريب لذلك سنكون قد أنجزنا العديد من الخطط التكتيكية والاستراتيجية باتجاه ذلك نعم شكرا لك إذن أيضا هناك رفض أمريكي وإسرائيلي لهذا القرار هذا الرفض الأمريكي والإسرائيلي كيف سيؤثر على سياسات أمريكا تجاه الفلسطينيين برأيك؟ نحن لاحظنا أن سياسة ترامب وكل نظام الحكم الذي يدعم ترامب في السنة الأخيرة كان ضد الشعب الفلسطيني وخاصة أنه عندما طرح ما يسمى صفقة القرن قال سنستثمر 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والأماكن الأخرى ولكن أرى أن هذا الأمر سيكون ذريعة يستعملها الرئيس الفلسطيني وأيضا الرئيس نتنياهو لكي يقول أن الجانب الفلسطيني مرة أخرى يرفضون الحلول ويرفضون إعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة وأن يعيش باحترام وطبعا هذه ستكون القضية التي سيلوحون بها أمام العالم وأمام الجانب الفلسطيني نعم دكتور عمر عوض الله هل هناك تواصل مع المحافل الدولية والأممية من أجل المضي قدما نحو تطبيق هذا القرار الفعلية والملاحقة القانونية لهذه الشركات نحن الآن وضعنا الخطة في مرحلتها الثانية الخطة الأولى جاءت بأكلها بمعنى أن القائمة الآن موجودة الآن نحن نعمل في استمرار البند الثاني من الخطة التي وضعت وهي كيفية جلب هذه المؤسسات إما إلى أن تسحب انتيازاتها وعملها بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات غير الشرعية أو أننا سوف نلاحقها دوليا نحن لدينا مجموعة من الملفات المفتوحة على المستوى الدولي بما فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أن الاستيطان هي جريمة عرب وبل أكثر من ذلك بل أن الاستيطان هو جريمة ضد الإنسانية لذلك سيتم التعامل مع كل من يشجع المستوطنات والاستيطان على هذا الأساس بأنهم مجرمي حرب أو مجرمي ضد الإنسانية هذا على الصعيد المحكمة الجنائية الدولية والحراك سيستمر في داخل مجلس حق الإنسان وداخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من هذه المنابر التي نسعى من خلالها من أجل إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني الحراك مستمر كما قلت ولديه العديد من العوامل المساعدة لهذا الحراك من خلال مجموعة من المحامين الدوليين مجموعة من الدول الداعمة والمساندة للحق الفلسطيني نعم هل وصلتكم أي ربما جواب إيجابي من الشركات العاملة في هذه المستوطنات أو توصلتم مع إحدى هذه الشركات كوزارة خارجية ليس بعد نحن أعددنا مجموعة من الرسائل لمخاطبة الدول أولا وهناك الحراك سيتم كذلك في مخاطبة الشركات وهذا ما قمنا به سابقا مع مجموعة من الشركات التي سحبت استثماراتها من المستوطنات ولم يعود لها اسم على القائمة رغم أنها كانت في القائمة السابقة ذات الثلاثمائة وسبعين شركة نعم سنستمر بهذا العمل سنقنع هذه الشركات بأن ما تقوم به هو انتهاك للقانون الدولي ويجب عدم استمرارها بذلك أو أنها ستخضع للمحاسبة والمساءلة بناء على قواعد القانون الدولي نعم دكتور رمزي قبل شهر دعت إسرائيل رؤساء وزعاماء دول العالم للمشاركة في إحياء ذكرى المحرقة والآن هي تقول أنها ستعلق التعامل مع حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيف تقرأ هذا الشيء؟ هل هذا التناقض واضح في السياسة الإسرائيلية؟ بدون أبنى شك السياسة الإسرائيلية تعتمد على كثير من الترويج لقضية المحرقة وللقضايا تتعلق بالتاريخ الشعب الإسرائيلي ولكن أريد أن أقول بأن في الأساس هذا التناقض يعتمد على أن إسرائيل تعتبر مشروع ناجح من الناحية الاقتصادية يعني إسرائيل تنتج سنويا ما يفوق 350 مليار دولار 48 ألف دولار للفرد الواحد سنويا الإنتاج فهي تقول سيكون ضرر معين ولكن سنستمر في هذا الناهج وفي هذه السياسة لذلك أرى أن هذا الاعتماد مع تأييد الأعمى شبه الأعمى من الرئيس الأمريكي لإسرائيل ستواجه هذه الدول ولكن أنا برأيي الحراك الأوروبي مهم جدا في هذه القضية وكان هناك حراكا أيضا من الناحية من الشرق يعني من قبل الصين وروسيا ودول أخرى ولكن في الآون الأخيرة نرى أنه فيه تراجع معين يجب أن يتعامل الجانب الفلسطيني برأيه مع الدول البديلة لأمريكا لتطرح نهج آخر وحلول أخرى نعم لكن دكتور عمر إذا كنت توافقني الرأي الفلسطينيون يعاولون على رباعية الدولية وعلى الدول الأوروبية أليس ذلك؟ بالطبع يعني السيد الرئيس أثناء خطابه في الأمم المتحدة في المجلس الأمن منذ أيام تحدث أننا نحن لسنا عدميين بل جاهزون من أجل إطلاق أي عملية سياسية أن تكون بوساطة دولية فلتكون الرباعية جزءا من هذه الوساطة وأساسا في هذه الوساطة والاتحاد الأوروبي بالطبع هذه مؤسسات يعني تضع القانون الدولي فوق كل شيء الاتحاد الأوروبي منذ فترة أخذت قرارا في محكمة العدل الأوروبية حول ضرورة وسم المنتجات الاستيطان الإسرائيلية قبل دخولها إلى السوق الأوروبية في حركة تحمل من المعالي الأخلاقية والقانونية والاقتصادية الكثير بما فيها اعتماد المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية على أمثلة جاءت من جنوب أفريقيا بحقوق المستهلك أن يعرف من ناحية أخلاقية من أين جاءت هذه البضائع من أراضي ينتهك فيها حقوق أناس آخرين بالطبع نحن نعول على الاتحاد الأوروبي ونعمل مع الاتحاد الأوروبي ونعمل مع الرباعية الدولية باعتبار أنها منصة متعددة الأطراف وهذا ما نبحث عنه هو حماية هذه المنظومة متعددة الأطراف بعيدا عن سياسات البلطجة بعيدا عن سياسات الابتزاز بعيدا عن سياسات التهديد والوعيد وأعتقد إذا سمحت لي أن ما يقوم به نتنياهو بحركة الانسحاب أو التراجع من العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان هي استمرار لهذه السياسة الابتزاز والبلطجة على مؤسسات القانون الدولي والمجتمع الدولي شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله مسؤول ملف المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفلسطينية شكرا لك والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي ابقى معنا فنحن مستمرون معك في حوار آخر في بانوراما مساواة موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة